اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء اكد على المستويات المتميزة التي وصلت اليها العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية سنغفورا الصديقة مشيرا سموه الى ما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك من نمو وتقدم متواصل على كافة الاسعدة بفضل ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تسهم في تحقيق الاداف والتطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الضيبية اليوم بحضور معالي الشخص المام بالخليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء سعادة السيد اس بريم جيت سافير جمهورية سنغفورا لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة حيث اعرب سموه عن تمنياته لسعادته بالتوفيق والسداد في مهام عمله الدبلوماسية لافتا سموه الى الحرص المتبادل على توطيد اطر العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين والدفع بها نحو افاق اكثر شمولا والبناء على ما تحقق من عمل وتنسيق مشترك في شتى المجالات بما يعود بالخير والنماء على البلدين ويصن في تحقيق تطلعات شعبيهما الصديقين كما جرى خلال اللقاء استعراضوا اخر مستجدات الساحتين الاقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه اعرب سعادة سفير جمهورية سنغفورا عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس روزراء على ما يبده من اهتمام وحرص على تعزيز مختلف اوجه التعاون بين البلدين الصديقين بما يسهم في تحقيق الاهداف المشتركة متمنيا لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والنماء ترجمة نانسي قنقر